أهلا بكم مشاهدين في هذه الجولة على الصحف والتي نبدأها بتقرير في نيويورك تايمز نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل سيكون في غضون أيام بمجرد اكتمال تفاصيل رفع واشنطن الخرطوم من قائمة الإرهاب وأشارت الصحيفة إلى أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمهد الطريق أمام الحكومة الهشة في الخرطوم لطلب المساعدة الدولية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل كما نقلت عن مسؤول سوداني رفض الكشف عن اسمه أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن بلاده يجب أن تعترف بإسرائيل على الفور إذا نجحت المفاوضات طويلة الأمد بشأن إزالة السودان من قائمة الإرهاب نذهب إلى صحيفة والستريت جورنال والتي كشفت بدورها عن عملية إنقاذ سرية أمريكية لطاقم إماراتي في اليمن لعبت دورا فيما يسمى باتفاق أبرهام وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة فإنه في الحادي عشر من أغسطس عام 2017 سقطت طائرة عسكرية إماراتية تضم جنودا كانوا يشاركون في هجوم ضد عناصر القاعدة في اليمن ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة بجروح خطيرة بمن فيهم أحد أفراد العائلة المالكة وبعد أن نجأت الإمارات إلى الولايات المتحدة لإنقاذ جنودها قام الجنرال ميغيل كوريا الذي كان ملحقا عسكريا بسفارة واشنطن في أبوظبي بتنسيق بعثة الإنقاذ وأضافت الصحيفة أصبحت علاقة الجنرال كوريا وثيقة بالقادة الإماراتيين بمن فيهم ولي العهد محمد بن زايد النهيان منذ ذلك الوقت طبعا ولعبت دورا أساسيا في المحادثات السرية لإدارة ترامب بين إسرائيل والإمارات والتي أدت إلى اتفاق أبرهام الذي تم توقيعه الشهر الماضي في البيت الأبيض نذهب إلى صحيفة لوموند الفرنسية وفي تقرير يكشف عن وثيقة تبين كيف تلاعب النظام السوري على منظمة حضر الأسلحة الكيموية وخارق اتفاقية تفكيك الترسان الكيموية يسند التقرير بحسب الصحيفة إلى البيانات المستمدة من سجلات الأمم المتحدة والأهم على شهادات حوالي خمسين مسؤولا سوريا انشقوا عن النظام في السنوات الأخيرة كما يبين الحيل التي اعتمدتها قوات النظام السوري لتضليل محاقي منظمة حضر الأسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة شن الهجمات الكيميائية ومن الحيل التي يذكرها التقرير نقل جزءا من مخزون الأسلحة والمواد الفتاكة إلى قواعد الحرس الجمهوري بالإضافة إلى مطاردة وسجن وفي بعض الحالات التخلص من الموظفين المشتبه بهم وإنشاء قناة سرية لاستيراد مواد تدخل في صنع غاز أسارين نذهب إلى مقالة عبدالباصل سيدة في العربي الجديد بعنوان إيران في سوريا مدام الأسد في السلطة أشار فيه إلى أن العلاقة بين النظامين السوري والإيراني عضوية تعود إلى الأيام الأولى لإعلان الجمهورية الإسلامية في إيران على أن قاضي نظام الشهر عام 1979 بدأت مصلحية وظيفية ولكنها تنامت عبر العقود حتى غدت في يومنا هذا علاقة تماهن واندماج وأضاف تحولات ومتغيرات كثيرة جرت في منطقتنا على مدى العقدين المنصرمين وهناك متغيرات قادمة ولكن الثابتة يظل وحتى إشعار آخر متمثلا في العلاقة العضوية بين نظام وريث الجمهورية وولي الفقيه وقد بلغت هذه العلاقة مستوى تغلغل النظام الإيراني في مفاصل الدولة والمجتمع السوريين ورأى الكاتب أن ما تحتاجه دول المنطقة قبل كل شيء هو ترميم نسيجها المجتمعي والتركيز على أولوياتها الوطنية بعيدا عن المشاريع الأقليمية العابرة للحدود وهي المشاريع التي لم تجلب لمنطقتنا سوى الحروب والقتل والخراب نذهب إلى الدستور الأردنية التي كتب فيها رشيد حسن مقالا بعنوان ما هو مصير الثورة اللبنانية ترح فيه تساؤلات عن مصيرها ورأى أن تواضع منجزات هذا الحراك الشعبي يؤكد حجم القوى المضادة لهذا الحراك الوطني وفي مقدمة هذه القوى أمريكا وفرنسا إضافة إلى تحالف أمراء الطوائف وأضاف من ناحية أخرى فلقد كشف هذا الحراك شراسة أمراء الطوائف والقوى الخفية التي تدعمهم إقليمية ودولية وكشف ضراوة المعركة المصيرية بين الشعب اللبناني وهؤلاء القراصنة الحيتان وكشف أيضا استحالة هزيمتهم بضربة واحدة أو في معركة واحدة أو في مدة زمنية قصيرة كما شدد على ضرورة الاتفاق على قيادات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص لقيادة هذا الحراك وفق برنامج وطن متفق عليه يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي إلغاء النظام الطائفي استبداله بدولة مدنية تقوم على المواطنة فقط نذهب إلى المدن الإلكترونية ونقرأ فيها مقال عمر قدور بعنوان فرنسا في حربها الأهلية تطرق فيه إلى جريمة قتل المدرس الفرنسي معتبرا أن أقوال قادة اليمين واليمين المتطرف وشعارات الأنصار على وسائل التواصل ليست أقل من الدعوة إلى حرب أهلية مفتوحة ضد فرنسيين مسلمين من أصول مهاجرة وفي حدها اللبق والمهدب ليست أقل من الدعوة إلى هندسة اجتماعية واسعة النطاق تطاول تلك الشريحة وقال ضمن أجواء مركبة من القهر الذي يعيشه اللاجئون ومنها النظر إليهم ككائنات بيولوجية يجب أن تكون ممتنة فحسب لمن قدم لها الأمان لا نعلم ما الذي دفع شابا يودع للتوم رهقته كي يرتكب جريمة مروعة وأضاف يبقى أهون الاحتمالات هو ذاك الكلاسيكي الذي يفيد بإثارة قضية التطرف الإسلامي مع موسب انتخابي يبدو أنه افتتح مبكرا جدا وراء أن أسوأ الاحتمالات أن لا يكون هذه المرة الحديث عن الحرب مجرد جعجع أن تكون قد حانت لحظة المواجهة الكبرى بين أزمة الإسلام وأزمة فرنسا بهذا نصل إلى ختاب هذه الجولة من الصحافة والتي ننهيها كالعادة بالكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر